قتلى وجرح من جراء تصاعد الاشتباكات بين فصائل مسلحة مختلفة التوجه في العاصمة الليبية ترابلوس الاشتباكات خلفت أضراراً جسيمة في قلب العاصمة الفصائل المسلحة الموالية لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد تبيبة أكدت أنها لن تتراجع أمام الأرتال العسكرية القادمة من مسراطة صوب ترابلوس لدعم منافسه بشاغة ومع تصاعد الاشتباكات قطع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد النفي زيارته إلى تونس ليعود إلى ترابلوس كما طالب الرئاسي حكومة تبيبة بالتحرك لوضع حد للاشتباكات تبيبة حمل فتح بشاغة المسؤولية عما يحدث متهماً إياه بالتهرب في اللحظة الأخيرة من التفاوض بعد ترحي مبادرة تلزم جميع الأطراف بالذهاب للانتخابات في نهاية العام كحل للأزمة السياسية على حد قوله بدورها نفى فتح بشاغة ما جاء في بيانة بيبة بخصوص رفض أي مفاوضات معها مؤكداً الترحيب بكل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلمياً دون أي استجابة من حكومة الوحدة الوطنية وفي ظل مخاوف من توسيع نطاق التصعيد المسلح أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة داعية الأطراف لوقف الأعمال العدائية والالتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين من جانبها أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من جراء سقوط ضحايا مدنيين مؤكدة دعم الشعب الليبي في دعوته إلى الحوار السلمي